رسائل رمضانية أسماء موسى وهو فعلا فيه كتبة بيضة وكتبة سودة دورت الحقيقة كتير بس فهمت هقولك ايه هي الحكاية الحكاية انك لما بتقول حاجة كده بيتفتح فايل في العقل اللاواعي اسمه أعطال والعقل بيحط فيه العطل ده يعني ايه اديك مثال يعني مثلا انت قلت انا في البيت واصلا انت في الشغل ده كده العقل الواعي بتاعه قرر انه يجدد يقول انه هو في حتة بس هو في حتة تانية العقل اللاواعي ما بيفهمش بقى بالطريقة زي العقل اللاواعي فهم ان كده فيه عطل حصل ففتح الفايل اللي هو اسمه أعطال وحط فيه الموقف ده على انه هو ده عطل ده مش الحقيقة طيب وعيشت حياتك بعد كده عادي وايامك كلها عدت كل تصرفاتك وكلامك كان سيد بعدين جيت كدبك كدبك عدي قلت مثلا انا مردتش على التلفون عشان كنت نايم بس انت اصلا صحي طول اليوم فالعقل اللاواعي فتح تاني الفايل بتاع الاعطال ده وحط فيه العطل ده خلاص كده انت كل فين وفين بيتفتح الفايل بتاع الاعطال يتحط فيه عطل معايد ماشي كلنا عارفين ان الانسان لو عايز يغير عادة هو عليها او يكتسب عادة جديدة بيحتاج ان هو يعمل الحاجة الجديدة دي او ما يعملش القديمة متواصل من سبع ايام لاربعين يوم علشان يبتدي العقل اللاواعي او الاوتوبايلوت بتاع الحاجة دي يفهم ان انت مش عايز العادة دي وعايز العادة الجديدة ده شيء كلنا متفقين علي طيب لو انت النهاردة قعدت تجذب كل فين وفين الفايل بيتفتح مرة كل فين وفين على ايام متفرقة فخلاص ده مجرد عطل بيتحط لكن ركز بقى معي لو انت كذاب وبتجذب على طول وكل كلامك كده واقعدت متواصل من سبع ايام لاربعين يوم الف 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 مبروك انت كده تتغير اسم الفايل في العقل اللاواعي وبقى اسمه ان انت بتقول وبتفعل ما انت لست عليه يعني ايه باللغة بتاعتنا يعني كذاب مثلا انت صايم تقول انا صايم واصلا انت بتاكل انا في البيت وانت في الشغل وهكذا طبعا كدبة صغيرة او كبيرة مش بالمقييس بتاعتنا خالص وبيدة او صودة مش بالمقييس بتاعتنا انت هتفهم كل حاجة النهار فتلقائي العقل اللاواعي غير العادة بتاعتك خلاص من انك انسان بتقول كل حاجة ست لانسان بتقول كل حاجة كدب طيب دي نتيجتها ايه نتيجتها هي ان انت المشاكل كلها اللي انت فيها دي بسبب الموقف اللي انت عملته في نفسك يعني مثلا انت عايز تنجح فالعقل اللاواعي خلاص تتعود ان انت دايما بتعوز او بتقول الحاجة اللي انت مش عليها فالعقل اللاواعي هيوجهك ان انت هتفشل انت عايز يا كذابة لذلك النهاردة رسالتنا هي كما في الداخل كما في الخارج مرتبة الصديقة دي المرتبة اللي لقبت بيها ستنا مريم عليها السلام مريم الصديقة وطبعا في كذا حد لكن احنا خلينا في مثال مريم الصديق هو من صدق في كل شيء لدرجة الشفافية ان اللي داخل جواه هو اللي خارج براه والعكس الكذاب هو اللي بيجدد في كل شيء لدرجة السواد ان اللي داخل عكس اللي خارج خلاصة القول لو انت عندك مشاكل وما فيش حاجة ماشية عدل بص جواك والحق صلح من نفسك واختار عايز تتكتب عند الله كذاب ولا صديق شفت سهلة وبسيطة ازاي رمضان روح استمرت وكل روح وانتم الى الرحمن اقرب